هذا ما يثبت تماما أن الموضوع سياسي لأنه جهة محايدة تدير تقويد الشرعية للنظام السعودي الحاكم الذي من أهم مقاومات شرعية أنه يرى على أماكن مقدسة وحتى لقب الملك السعودي هو خادم الحرمين الشريفين وبالتالي إذا ما تحقق الاقتراح الإيراني وهو غير قبل التحقق على الأرض عمليا لأنه لا أعتقد أن هناك دول كثر ستوافق إيران على هذه المقولة يعني سحب رعاية الأماكن المقدسة من السعودية وهو أمر دونه خرط القطاع بالنسبة للسعودية لأنه يسحب المشروعية الدينية والسياسية لنظام الحكم في السعودية هذا ما يثبت أنه النزاع الحالي والأطروحات المتبادلة من الطرفين ذات طابع سياسي وإيران تعلم أن هذا المقترح لن يلقى استجابة من دول إسلامية وبالتالي طرح هذا الاختراح يهدف إلى التضييق على الحكومة السعودية